اشتركوا في القناة لكن يضرر احكام حقيقة اليوم قررت بسلك هذا المقطع نتيجة مشاهدتي لاحد البوستات في احد مجموعات الفيسبوك والذي يعني حقيقة اجبرني على ان اتكلم في هذا الموضوع ساقرأ لكم البوست كاملا كما جاء احد الاخوي او الاخوات قال ابني يخرج كثيرا من المنزل عمره اربع سنوات كل يومين او ثلاثة ايام نحن في رحلة تبحث عنه يعني الطفل بيحب الخروج من المنزل بيحب يهرب من البيت بشكل دايم يعني مستمر كل يومين وثلاثة بيطلع بيدور عليه بيتوه بيضيع الطفل بيطلع بيدور عليه بتساعده هني والجيران هني والاقارب لحتى يلاقوا الطفل تمام حتى عبي تقول صاحب المنشور او صاحب المنشور عبي يقول ان الجيران او الاهل يعني اه زحقوا او تعبوا من البحث معنا يعني بلشوا يبدأوا يتململوا من رحلة البحث عن هذا الطفل لانه عبي يضيع بشكل مستمر يعني طبعا عمره الطفل اربع سنوات الطفل غير ناطق وعنده نشاط زائد اه صاحب البوست عبي يقول يعني لو حد مر بتجربة ياري تساعدنا ياري تفيدنا الحقيقة بوست يعني جيد ويتعرض له اه ويمر هذه المشكلة يعني يتمر مع معظم اهل اطفال التوحد تمام لكن اللي فاجاني انا هون يعني التعليقات تمام التعليقات على هذا البوست وفي خاص نص يعني تعليق من التعليقات احد الاشخاص اه قام بالتعليق بالجملة التالية يعني ساقول لكم كما اه كتبها صاحب هذا التعليق قال اربطوه وإلا ستبكون طوال الامر تمام يعني قموا بربط هذا الطفل في البيت اه وإلا ستبكون طوال هذا الامر اه هناك اه تعليقات اخرى قالت ضعوا اقفال كبيرة على الابواب والنوافذ ولا تخلوا الطفل يطلع ايضا تعليق اخر قال ابن جدران كبيري وعالي للمنزل كذلك الامر بحيث لا يستطيع الطفل الخروج من المنزل يعني هناك تعليقات ايجابية حقيقة اه سرورت لمشاهدتها يعني وقراءتها تكلمت بشكل جيد لكن التعليق هنا على هذه اه التعليقات على هذا البوست اخوتي اخواتي يعني بدل نحن ما نحط حل لأساس المشكلة يعني نحن بدنا نزيد الطين بل اذا بدنا نقوم بربط الطفل اه الطفل الطفل التوحد لا يربط الطفل التوحد اه لا يجبر على شيء لا يمنع من شيء تمام الا ضمن الحدود يعني تصور طفلك عمره اربع سنين هلأ لننعلق اه او لننقوم بالتعليق على التعليق الاول الذي قام به احد الاخوي لو قمنا بربط هذا الطفل تمام عمره اربع سنين ربطنا اول سنة خمس سنين ست سنين سبع سنين وبعدين الطفل يعني من جن زروف بالاخير طفل سيكبر سيصبح عمره عشر سنوات ويكبر 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 يعني ما معقول نبقى رابطين الطفل لان الطفل بدي فك بالاخير يعني طفل التوحد هناك اطفال توحد بيكونوا بتكون بنيتهم قوي جدا جدا يعني من غير المعقول انه نقوم بربط الطفل لازم ندور على حل لهذه المشكلة تصور نجي بسان انا عندي بيت ما له اسوار قوم ببناء اسوار عالي واتكلف مالديا كثيرا يعني من اجل ان امنع الطفل من الخروج طيب سنة وسنتين وثلاثة واربعة وخمسة صار الطفل صار رفلك شاب وبعدين يعني سوف يجتاز هذه الاسوار حتى لو قمت بربطه في حبال عندما يكبر سيقوم بفك هذه الحبال ستضطر الى جنزرته هذا الشيء غير منطقي وغير معقول نحن يجب علينا ان نبحث على حل جزر لهذه المشكلة فلذلك اتمنى من كل من قرأ يعني ربما هذا الاخ او هذه الاخت كتبت هذا التعليق يعني من خوفها على هذا الطفل من الضياع ولا سمح الله ولا قدر الله اذا ضاع هذا الطفل ربما ستحصل له مأساة يعني او ستحصل له فاجعة وبالتالي سيندم الاهل على تركهم لهذا الطفل يخرج من المنزل لذلك كما قلت لكم ان هذه المشكلة يتعرض لها معظم اطفال التوحد وحقيقة انا مررت بهذه المشكلة بشكل كبير وكما تعرفون انني كنت اسكن ضمن مخيم للاجئين حتى يعني ضمن خيمي الخيمي ليس لها قفل يعني عبارة عن سحاب فكه السحاب وطلع الطفل او ربما يستطيع الخروج من تحت اسفل يعني تشادر الخيمي كما يقال فلذلك اخوتي يعني نحن عندما مرقنا بمثل هذه المرحلة بدأنا نفكر بدأنا نبحث عن حل جزري لمثل هذه المشكلة يعني مما اقول انا اجي اربط الطفل بعمود الخيمي او عندما خرجنا نربطه بالبيت ونقول له يا عب جبار ممنوع الخروج يا عب جبار المشكلة هنا يعني طفل التوحد من طبيعته يحب الخروج ليش بيحب الخروج طفل التوحد بيحب الاستكشاف دائما يحب ان يستكشف ما حوله يستكشف المحيط يعني هاي نقطة مهمة لازم الاهل يركزوا عليها كتير كتير فانا حتى اخذ الحل هذه المشكلة مع طفله يجب ان اكرس له وان اخصص له يعني بعض من الوقت استطيع من خلال هذا الوقت اخراجه الى مشاوير الى نزهة معي حيث اذهب فكما اخبرتكم في مقاطع سابقة يعني انا ليس مجرد ان اخذ تعب جبار الى الحديقة يلعب على الزحليطة او بالمرجحة فقط هذا الطفل يعني اصبح هذا عنده لكن طفل هناك بعضا مع اطفال التوحد يعني تحب الاستكشاف تمام ربما تمرق من جانب يعني السوبر ماركت تريد ان تدخل الى السوبر ماركت لتشاهد ماذا في داخله ربما نمرق بجانب المول ايضا ترى طفل التوحد يسحبك من يدك بدي يفوت على المول يشوف شو عنده او محل العاب او محل خضروات يعني بيحب الطفل بطبيعته سبحان الله هذا الطفل يحب الاستكشاف فنحن لكي نحل هذه المشكلة من اساس يعني لازم نخص له شوية وقت تمام انا خصصت لطفلي اه الوقت الكافي لاخراجه سواء في الصباح او في المساء تمام لكي يشاهد وكي يستكشف العالم من حوله فكنت دائما اخذه كما اخبرتكم يعني الى اماكن متنوعة يعني حاول دائما الاستفادة من هذه الاماكن كما قلت لكم ليس مهمتي ان اخرجه لما اقول لك او اخده نزه او مشوار معناها انا اخده مثلا مشوار وليكن على الشارع العام اه اثنين كيلو او ثلاثة كيلو مشي ورجو على البيت هذا الشيء حقيقيا لن يفيد الطفل يعني بالقليل من الامور اما انا اذا قمت باستغلال النزهة بالشكل المطلوب لطفله وخاصة اذا كان الطفل بعمر صغير يعني سوف نجد نتاج ايجابية وجيدة ان شاء الله يعني انا كنت مثلا ايام الاسبوع السبت احد تنين ثلاثة اربع خمس جمعة كنت دائما في يوم السبت مثلا اخده الى محل الخضار اخده مشوار تمام وخصص في هذا المشوار انه نروح اه فرجي على محل الخضار شو بيحوي الخضار والفواكه طبعا دائما كنا نعمل مع الطفل في المنزل نجعله يشاهد كروت الفواكه والخضار هذا نظري ان ننتقل ل العمله نجعله يشاهد هذا الاشياء على حقيقتها يعني بحجة اني بدي يفوت اشتري كيلو تفاح فرجي عب جبار جميع انواع الفواكه والخضار واجعله يتلمسها يوم الاحد مثلا اه خرجوا معي على محل الالبسي ايضا اه يعني الطفل التوحد لازم يعرف شو هذا القميص يعرف شو هذا الجاكيت يعرف شو هذا البنطلون هذا الشيء يعني اه واقعي يجب علينا ان نعمل مع الطفل كما قلت لكم من كافة الجانب يوم الثانيين اخدوه على البين يوم الثلاثة اخدوه على المول يوم الاربيعة مثلا اخدوه ماي على الحديقة يوم الخميس بشكل مستمر حتى هناك ايام يعني نخرج فيها بالصباح والمساء كمام لذلك نحن مثل ما قد تكون لازم نوضع النقاط على الحروف ونبحث عن حل جزري لهذه المشكلة سبب هذه المشكلة كلها انه فقط طفل التوحد بيحب الاستكشاف طفل التوحد ليش عبي بدي يطلع من المنزل لانه عبي يشوف شغليات جديدة بدي يحاول يستكشفها بدي يحاول يروح عليها ونحن للأسف الشديد عم نمنعه لا تمنع طفلك بالعكس يعني اذا ما بتشوفه بدي يطلع البيس وطاله معك استغل هذا الشيء لمصلحة الطفل ولمصلحة تحسن الطفل يعني سحبك من ايدك ليفوتك او ليفوتك اختي مثلا على البيم دخوله معه على السوبر ماركت دخوله معه لن يحدث اي ضرر يعني شو بدك يعني الطفل بالاخير سوف نستطيع التحكم فيه صراخ ما فيه مشكلة لا تأكل هم يعني فرجي هذا البسكوت هذا الشوكولات هذا كذا هذا كذا يعني الطفل عندما يشبع رغبته من هذه الامور سيكتف وسيكف عن الخروج بشكل تلقائي يعني انا حقيقة كنت بشكل يومي طالوا انا او احيانا امو لما بتطلع طالوا معها يعني لكن هذا الشيء يعني مخصص من الافضل ان يقوموا الرجال به تمام الاباء يعني الاباء هذا الشيء يعني من نصيبهم لان الطفل ربما يعاند ربما الطفل يعارض الام يعني ستن لكي لا نضع الام في مواقف محرجة بخاصة اذا كان الطفل يبلغ من الامر اكبر من خمس سروات مشان هيك نحن لازم نركز على هذه النقاط جيدا يعني حقيقة بعد فترة بعد ما اشبعنا رغبة عبد جبار بالخروج عبد جبار اه فاتع محل الالعاب شاف شو فيه فاتع محل الخضروات شاف شو فيه فاتع السوبر ماركت فاتع على جميع المحلات يعني وكنت دائما كرر له الشيء بشكل يعني كل يومين وثلاثة فوتو على نفس المحل اه كرر له على محل تاني خضروات تاني كذا يعني صار عنده عملية الشباع بالرغبة من هذه الامور فلما آعد اخرج من البيت يوقف عندباب الدار يعمل لي بايت يا بابا يعني بايت يا بابا فلذلك يعني ما بقى يحب LI عليه ان اخرج من البيت الا Пока ان انا لما اريدو اخده يلا يا عبد جبار بـن نروح مشوار اليوم سرت استغل هذه الامور لمصلحته اليوم بدنا نجيب خضار للماما اليوم بدنا نجيب مثل الفواكلي للماما اليوم بدنا نجيب لحم بدنا نعمل الأكل الفلاني صرنا نطور من مهارة عبدالجبار يعني صرنا نطور من مهارة عبدالجبار من قدرات عبدالجبار باستغلال هذه الأمور أما لو قمنا بربط هذا الطفل أو كبحنا جماعه أو قمنا ببناء أسوار عليه يعني هذه الحلول حقيقة مع طفل التوحد غير مجدية طفل التوحد كما قلت لكم هناك أطفال حقيقة لديهم بني جسماني قوي جدا يعني ممكن لما بيكبر صغير عشر سنوات يضرب حدي كف لا قدر الله يعني يزي شرس وخاصة إذا قمنا بمثل هذه الأفعال تصور أن طفلك بطبيعة الحال شرس وتجي تربطه راح تحوله إلى إنسان متوحش فلذلك أخوتي يعني أنا على يقين أن من قام بهذا التعليق ليس هدفه أنه نحول الطفل إلى طفل متوحش إنما خوفه على الطفل من الضياع فلذلك يجب على من يقرأ مثل هذه التعليقات أنه ما يخطى بعين الجدية ويقوم بربط أطفاله أو يقوم مثلا بحبسهم أو كذا لا على العكس أكسروا لهم من المشاوير أكسروا لهم من النزهات طوروا مهارتهم من خلال هذه النزهات يعني فرط الحركة راح يقل النوم راح يصير نظامي أكثر راح تجد حلول كتير كتير لطفلك من خلال النزهة ومن خلال المشاور التي تقوم بها فقط يعني هذا الشيء الذي حبيت أني وضحه في هذا المقطع لكم وأتمنى لكم التوفيق ومن كان لديه أي استفسار فليضع لنا أسفل الفيديو إن شاء الله ورمضان كريم علينا وكريم عليكم يعني إن شاء الله وتعالى الله يتقبل طاعتنا وطاعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته